أو عندك لقدر الله مثلا حالة وفاة ستجد الذكاء الاصطناعي التغريدات القادمة كلها تتكلم عن مثلا حزن أو شيء تعلق فيه هل هذا معناها أنه يفهم مشاعرك؟ لا هو بناء على ما غذي من برمجة يعني الآن أقولك والله مثلا بعض الأجهزة رجل الآلي ممكن يفهم مشاعرك ويحن عليك ويشعر بفرحك ولما يغذى بطريقة معينة يستشعر الإنسان لقدامه الآن مثلا مثلا ما قلت لك الكاميرات الآن لا إذا مر قدامها أي إنسان شعرت وكيف برمج هذا مثل الشععة شععة المستشفيات هذه مبنياها تكشف ما بداخل الإنسان فالآن هذا الإشعاع الذي يحطينا في الكاميرا لأنه مر قدامها الآن أي واحد يقولك والله ترى مر قدامك كائن حي مر قدامك كائن حي فالجهاز هذا لما يبرمج على أنه يكتشف الشخص الغضوب الشخص الزعلان الشخص الممبسط بناء على ممكن نقول والله حرارة الجسم مبساط الجسم ملامح الواج يعرف أن هذا مبتسم وغير مبتسم ممكن يتعامل معه لما تدخل ونت مبتسم يقول أراك اليوم سعيد مثلا وقالك زي كذا تقول وش عرفه أني سعيد شافك بس أنت برمجته صحيح أو أن الكاميرا مبرمجة على أنه إذا كان مبتسمي شاف ممكن إذا قدر والله عنده قدرة على أنه يكشف مثلا فورة الدم داخل الجسم وشان جاي زعلان قالوا كأنك اليوم زعلان مثلا شافت يا جني هذا هذا كيف هذا والله أذكم الإنسان لا مو أذكم الإنسان هو برمج على أنه يشعر بحرارة جسمك بفورة الدم اللي عندك فيقول لك إيش يقول لك المعلومات هذه موجودة من موجودة أنا ما يهمني لكن يقدر الإنسان يسويه أنا ما يقدر 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 بسيطة جدا أجي أنا أقول يفهم مشاعري لا أنت برمجته عشان يفهم مشاعري مثل جهاز الكذب مثل يقول كيف يكشب الكذب يقول لك والله آليات معينة إذن المسألة بسيطة جدا هي يبقى المسيطر على كل الواقع من هو الإنسان طيب ممكن أيضا نأتي لموضوع وش الفرق طيب بين التعليم البشري والاصطناعي من ناحية إدخاله أيضا في مجالات المهن والعمل يعني مثلا شفنا في الطب دخول بعض الأجهزة ساهمت في كثير من اختصار الوقت و أيضا من دقة أحيانا في العملية أما الذكاء البشري كذلك موجود و حسب مهارة الطبيب قد أيضا يكون له دور و شو نفرق بين هذي و هذي و هل ممكن يعني نستغني أيضا عن الطبيب و نستغني عن المعلم زي ما قالوا قبل شوي لا هو لو تجي الآن تقولك والله هذا الجهاز الآلي تطلب منه عملية معينة جيد سوي عملية معينة فهذا الآن سيحل محل الطبيب طيب الطبيب أو الشخص الذي برمج هذا الجهاز هل هو سباك و لا كهربائي لا و لا تخصص مبرمج هو مبرمج لكن هل يستطيع أن يعطي للجهاز أوامر لها علاقة بالعمليات من رأسه لا بناء على من بيطيه الطبيب الطبيب من هو الطبيب هذا الطبيب الذكي اللي عارف يطور مهاراته و يسابق الزمن و يقدر الآن يتعامل مع التقنية الجديدة و يعرف هذا هو بس بس أنا ممكن مستشفى أجيب أستغني عن مجموعة من الأطباء لكن عندي ثلاثة أطباء ممكن أستغني عنهم لهم اللي يعطون الجهاز هذه الأفكار هذي ممكن تتكلم عن المستقبل يقولك لا يمكن يستغنعه على الطبيب ممكن لا يستغنعه على الطبيب وممكن يستغنى على الطبيب إذا كان دور الطبيب فقط يسوي عملية ممكن يسوي جهاز يجيب عملية